في واحد الليلة من الليالي ناط السلطان سليمان القانوني من عاسو مخلوع من الحلم اللي شاف في منامو وهو يعيط على حرس من حراسه المقربين وقال له وجدنا الخيل اليوم نخرجو متنكرين باش نشوفو شؤون ديال الناس من قريب كان من العادة السلطان سليمان يخرج متنكر بين الناس باش يعونهم ودك شي اللي كان خرج غير هو والحارس ديالو وغميدو زمن حدا واحد جدتا ديال راجل مرمية في الشارع وحتى واحد من الناس ما قرب له سقول السلطان جدتا دمن هادي وهو ما يقولوا له هادي جدتا ديال راجل زاني وكيشرب الخمر وما عنده ولاد ولا عائلة ما غير مرته وحتى واحد من الناس ما قبل لي دفنه تعصب السلطان وقال واش ماشي من امة محمد صلى الله عليه وسلم وهز السلطان الجدتا ديال راجل ومشى بها عند مرته وديك المرأة غير وصل عنده السلطان بدا تكتبكي ديالو ديح بابا تعجب منه السلطان وبطبيعة الحال هي ما عارفش هو اشكل وهو يقول له علش كتبكي على راجلك وهو اللي كان زاني وشربنا الخمر وهي تقول له أنا رجلي كان عابد زاهد لله غير هو ما رزقوش الله بالولاد وكان كيتمنى يكونوا عنده ولاد ومن شدة تحبون الدر يوني الولاد كان كيشري الخمر ويجيبون الدر يخويه في المرحاد وكيقول عابد لله خففت على شباب المسلمين بعض المعاصي ويضحك ويقول لي كون هانية عاي صليعني يا صوت ويجيبون الدر يقول الحمد لله ويقول الحمد لله خففت عليهم وعلى شباب المسلمين بعض المعاصي وانا سيدي كنت كان قول له الناس كتشوف غير اللي يباين نهر اللي عتموت ما عجبر لان لي غسلك ولا يدفنك ولا يصلي عليك كنت يضحك ويقول لي كون هانية عاي صلي علي السلطان سليمان والوزارة والعلماء وجاميع المسلمين ديك ساعة بقى كيبكي السلطان وقال والله حتى أنا السلطان سليمان ورجلك صدق أنا عان غسله وندفنه بنفسي ويجمع جميع المسلمين باش يصليوا عليه ويأمر السلطان سليمان القانوني باش يحضر الجيش كله باش يصلي عليه ويجيوا المسلمين كاملين ويدفنوا في مقابر دي السلاطين العثمانيين وبالفعل جاء كل شيء وكنت أكبر صلاة جنازة في التاريخ هاد القصة أخوتي فيها مئاد العبر أهم وحدة فيها هي عمرك تحكم على الناس من المظاهر كانت منها تكون نالت القصة إعجابكم وما تنسونيش أخوتي من الدعم ديلكم باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وبطبيعة الحال التعالق ديلكم المهمة واللي كتفرح لقلبي وما تبقى علي أخوتي دبا قلكم غير مع السلامة إلى قصة أخرى إن شاء الله